السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي رح نتكلمه فيه على آخر الأخبار المتداولة واللي كامل الموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي راهم يسنوا اليوم باش يصدر المرسوم الرئاسي الخاص بزيادة في الأجور في الجريدة الرسمية رايكين منشور روي دور يقول لك اليوم الجريدة الرسمية رح تخرج عفوا المرسوم الرئاسي الخاص بزيادة في الأجور راح يخرج اليوم الخامس في الجريدة الرسمية خلونا حاجة الأولى نكونوا متفقين على حاجة وهي أنه زيادات راح تكون ابتداء من جانفي من سنة 2023 ممكن الناس اللي راي تسنى في الزيادات ممكن تخلصوا جانفي بالأجور الجديدة وممكن تتأخر هذه الزيادات وتكون في شكل مخلفة هذه لازم الحاجة الأولى اللي لازم نتفق عليها الآن نحكي واسكلوا اليوم صح راح يخرج المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية نأكدكم أنه ما وش راح يخرج اليوم المرسوم الرئاسي اللي يعدل في قيمة النقطة الاستدلالية في الجريدة الرسمية هذي يكونوا متأكدين من هالناس اللي راح يتسنى في الجريدة الرسمية اليوم ما وش راح يكون جديد في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله راح يكون الجديد لكن امشي اليوم إن شاء الله وأي معلومة جديدة راح نحطها لكم فقط باش تكون عندكم معلومات وما تبقاوش تسنى اليوم في الجريدة الرسمية والزيادات في الأجور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته